قبل مباراة النادي الاهلي ما فيش شك ان دي بتبقى لحظة يعني بتتطلب الاستفاف انه كلنا نبقى بندعم النادي اللي بيشارك في بطولة دولية وبيمثل مصر لكن اليوم كان فيه طرح مختلف من الزميل العزيز والصديق حسام حداد واللي في ضوءه الهائة الوطنية للإعلام مؤكدة انها بتقف على مسافة واحدة بين كل الأندية المصرية بتتعامل بحداية تامة وان كل الأندية الرياضية المصرية لها كل الاحترام والتقدير وبتتمنى ليهم التوفيق والنجاح في تحقيق الانجازات اللي بتضاف لرصيد الرياضة المصرية وبالتالي اشارت الهيئة انها قررت احالة المذيع زميل العزيز حسام حداد للتحقيق واقافه عن العمل لما بدر منه صباح اليوم في برنامج صباح خيريا مصر المذيع على شاشة القناة الاولى وايضا الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية اكدت الالتزام والتزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضي المعلن واللي بيدعم المنتخبات المصرية والأنجاز المصرية وينبذ التعصب وادعم استقرار النشاط الرياضي في مصر واكدت انها بتعمل دوما بالتعاون مع الهائة الوطنية الاعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الاعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزام لتحقيق غرض الرسالة الاعلامية وده يعني فيه سياق تأييد المتحدة لقرار الهائة الوطنية للاعلام سالف الذكر تأكيدا على انه يعني ده مهم جدا في ضوء انه ما كان انه كان ليه اثر ايجابي على جماهير الكرة المصرية والمثال pero